سلام عليكم ازايكم يا دكاترة معاكم زملتكم سارة سعيد يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال هنشرح النهاردة محاضرة جميلة جدا وسهلة وهي tabular presentation of data يعني tabular presentation of data عشان نعمل ال data لازم مش لازم يعني الافضل نعملها في صورة table ليه بنعملها في صورة table لان بنحصل على المعلومات اللي موجودة في ال data بصورة بسيطة ومختصرة تمام يعني مثلا لو في مراضين كبار جدا في البصولجي مثلا ولما بليجي نذكرهم لوحدهم بيكونوا صعبين شوية عشان فيهم مثلا تشبهوات من بعض فبي يعني بدخلوا في بعض فاحسن حاجة وامثل حل ليهم مثلا لنراه عاملين جدول نجمع في المراضين بشكل مختصر فهو دوات الفايدة من tabular presentation تمام نتعل زميلنا بالرحمة المغفرة وربنا يسكنهم فسيح جناتو في زي ما عرفنا لازم نكون طالعين من المحاضرة ملمين بثلاث حاجات ايه هما لازم نكون عارفين ايه التيبل عشان تكون بيرفكت ايه الصفات بتاعتها وبعدين صفات التيبل بشكل عام وبعدين انواع التيبل تمام اول حاجة عشان التيبل تكون بيرفكت لازم يكون متوفر فيها خمس حاجات لازم تكون التيبل نامبرد ليه بتكون نامبرد عشان مسلا لو احنا عاملين بحس متكون من مية صفحة مسلا فالبحث دوات متكون مسلا في خمسة جداول فاحنا عاوزين مسلا نسترجع او نستدل على معلومة فمش هنعود نلف في المية صفحة فلازم تكون نامبرد عشان يكون سهل الوصول للمعلومة تمام اه لازم يكون تكون اه ليها عنوان مختصر اه تايتل اه بريف تايتل ماشي التايتل دوت يكون اه بيو بيو بيوصف اه الكونتينت بتاع التيبل وكمان اه ما ينفعش اه احنا قلنا التايتل لازم يكون مختصر يعني مسلا كلمتين تلاتة بالكتير اه ما ينفعش مسلا اه جملة ما ينفعش سطرين تلاتة اه ماشي فما ينفعش نحط فولس طوب لان اللي احنا قلنا عبارة عن كلمتين بس مش اكتر اه تمام اه اللي هو اللازم يكون العنوان بتاع الكولم العمود او الروق الصف اه لازم يكون كلير وكنصايز ماشي كلير يعني واضح وكنصايز يعني يكون مختصر اه لازم كمان يكون في اه توتلز يعني ايه يعني مسلا لازم نحط التوتل بتاع مسلا عدد المرض اللي احنا بنعمل عنهم مثلا بحس لو احنا بنعمل عن بحسة عن مرض مثلا فالتيبو لازم يكون متحدد فيها العدد الكلي زي مثلا يعني مثلا لو احنا بنعمل بحس عن مسلا عدد المصابين بتضيباتيس في كرية ما فا فا عاوزين نحدد النسبة اه بتاعت مسلا عدد الفميل المصابين في الكرية بنجيب اه عدد الفميل المصابين على العدد الكلي اللي هو ايه اللي هو عدد الميل والفميل والاطفال وكله اه وبعدين اه نكسمه مع لبعض يوبا عدد الفميل المصابة على العدد الكلي بنطلع منه من النسبة الفميل المصابة هو دوت الهدف من التوتل ماشي يب احنا عارفنا اه ايه الخمس حاجات اللي عشان تكون التيبل بيرفكت لازم تكون التيبل نومبرد ولازم تكون اه العنوان بتاع يكون لها عنوان والعنوان بيوصف اه المحتوى اه وكمان ما يكونش فيه فولو ستوب وكمان العنوان بتاع الكولم والرو لازم يكون كلير وكنصيس وكمان يكون فيه تمام عشان اه يعني عشان نعمل تابل ايه المواصفات اللي لازم تكون موجودة في التابل لازم تكون التابل ما تقدمه بصورة اه سيستيماتيكالي يعني ايه سيستيماتيكالي اه يعني تكون اه تابل مترتبة بشكل متسلسل ومنظم يعني مثلا لو فيه طيب اه لازم يكون مرتب ترتيب زمني يعني ايه مرتب ترتيب زمني اه يعني مثلا يكون اه الفين واحد وراها الفين واثنين وراها الفين وتلاتة وراها الفين واربعة ما ينفعش يكون فيه لغبطة اه اه بين التواريخ يعني ما ينفعش مسلا يكون الفين واحد اه اه الفين وثلاتة الفين اه اه واثنين دي الترتيب مهوش مصبوط مهوش منطقي تمام في بعض الحالات بقى بيكون الداتا مش فيها اه مش فيها طيب فبن اه بنقدمها بنرتبها على اساس ايه على اساس الاهمية تمام اه لازم التيبل كمان ما تكونش كبيرة عشان اه نضمن اللي احنا احنا يعني احنا عديني التيبل اصلا عشان اللي هي تكون مختصرة فلازم تكون اه مهيش كبيرة عشان اه نضمن يعني الاستفادة منها تمام اه كمان في حاجة بيقول اللي هو الهو بيكون احسن من الهروزنطل يعني ايه يعني لو عملنا التابل في صورة عمويد بتكون افضل من اللي احنا نعملها في صورة صفوف في كمان في كمان التابل لو التابل مثلا ما هيش معروفة او مألوفة بالنسبة لناس كتيرة لازم نحط الصور اللي احنا جايبين منه المعلومات ديت وبعدين ايه تاني لازم تكون يعني مثلا لو عاملين تابل مثلا عن عدد الاوزان بتاعت الاشخاص يعني مثلا شخص عدد الاشخاص اللي وزنوه مثلا خمسين كيلو عدد الاشخاص اللي وزنوه ستين كيلو لازم نكون معرفين الي هي الكيلو جرام وكذلك مثلا لو في طول يبقى المتر لازم تكون تابل تكون مختصرة ما تكونش كبيرة زي ما احنا عارفين لازم تكون تحتوي على استاتيستيكال ميجرمنت يعني استاتيستيكال ميجرمنت يعني المين والمود والميدين احنا عرفنا في المحاضرات اللي فاتت ايه هو المين احنا عرفنا اللي هو بنجمع عدد الارقام كلها على عدد العدد بتاعت الارقام ماشي وبعدين المود اكتر كيمة مكررة بعدين الميدين بنرتب بالارقام وبعدين نشوف الرقم اللي في النص لو رقم زي ما احنا عارفين لو رقم فردي يعني لو عدد الارقام بتكون فردية بناخد الرقم اللي في النص بالزبط لو زوجي بناخد الرقمين ونقسمهم على على اثنين تمام نجمع الرقمين ونقسمهم على اثنين تمام وفي طايم يكون متقدم بصورة بصورة يعني منظمة ويكون اللي هو الزمن فيها ترتيب زمني وكمان لو ما فيش زمن بنضمع عن طريق الأهمية وبعدين ما تكونش كبيرة وعرفنا الـ منطق احسن من الهوروزونتل وكمان لو التابل ما هيش مألوفة لازم نكون موجود في التابل نحط السورس بتاحها وكمان السورس دو بيكون في نهاية التابل تمام يعني السورس بنحطه فين في نهاية التابل وكمان في الميجرمينت لازم تكون ويلد فاين ولازم تكون التابل وتحتوي على المين والمود والميد تمام هنا بيعرفنا هنا التابل تعتبر بيرفكت تعتبر دي عشرة من عشرة ليه لان هنا محدد لك النمبر بتاع التابل اللي هو خمسة وبعدين حطت لك العنوان بتاع التابل وحطت عنوان للكولم وحطت عنوان للرو ماشي وحطت السورس في الآخر فهو هنا محقق كل الشروط فييبا هنا التابل بيرفكت هنا بقى نختبر نفسنا كده ايه هي الحاجات الخطأ او اللي هو الحاجات الخطأ اللي موجودة او مش متوفرة في الداتا ديت ايه هي اول حاجة اللي مفيش طايتل التابل مش محدد اللي هو فيه هنا يعني فيه هنا مفيش في اخر عمود مش مكتوب عنوان كمان مش حطت السورس بتاع بتاعته تمام عشان نعرف ايه هي التابل هو الحاجة ممكن تكون سيمبل تابل وممكن تكون فريقوانسي ديستريبيوشن تابل ممكن تكون كميولاتيف فريقوانسي ديستريبيوشن تابل سيمبل حاجة بسيطة بتكون من عمودين ماشي والفريقوانسي ديستريبيوشن تابل ديت بتكون زيها بس بنحدد زي ما هنعرف دلوقتي بتكون في صورة جروب او كلاسز يعني مثلا بنكون بدل من حدد مثلا الاشخاص اللي عندهم ستين سنة عددهم كام لا بنقول مثلا الشخص من خمسين لستين سنة عددهم كام ماشي هنعرف هدلوقت والكوميولاتيف اللي هو التراكمي ديت هنعرف اللي هي بتكون سواء لس او امور يعني مثلا زي ايه يعني مثلا بنقول عدد الاشخاص مثلا اللي هم عمرهم قلي من لس زن ستين سنة خمسين سنة تمام يوب احنا عرفنا ايه طيب سيمبل تابل وفريكوانسي ديستريبيوشن تابل وكميولاتيف فريكوانسي ديستريبيوشن تابل تمام هنا هنا سيمبل عشان ايه عشان بسيء يعني هنا بتكون سيمبل خالص مكونة من عمودين ومحدد اللي هو يعني العمودين هنا بمكتوب اللي هو مادة الرضا والفريكوانسي بتاعتها يعني هنا مثلا هنا زي ايه مثلا زي مثلا منكون رايحين مطعم بمكتوب الخدمة في الاكل في بعض الناس فينا بيكون بيكون راضين جدا فدومت عددهم مثلا 43 في ناس بيكونوا يعني راضين شوي عددهم 55 في ناس مش فرقة معهم او بيكون خمس في ناس مش عاجبهم الخدمة مش عاجبهم الاكل بيكون عددهم 19 في ناس يعني مش عاجبهم خالص بيكونوا 8 هنا عبارة عن عبارة عن symbol table ماشي هنا عرفنا هنا symbol table تمام هنا نفس الحاجة symbol table لان يعني هو بيحدد عدد الاشخاص اللون شعرهم لون شعرهم عدد اللون بني 49 و عدد شعرهم لون اسود 27 و 15 و 4 فهنا ال data table ايه هنا هنا table symbol تمام في حاجة بقى اللي هي relative frequency يعني ايه relative frequency يعني هو بيقولك هنا على الرغم اللي frequency بتكون easy to understand اللي احنا في بعض الحالات مثلا يعني دي بنزود لها عمود ثالث العمود دو بيكون مكون من ايه مكون من النسبة النسبة دي بنجيبها ازاي بنجيب مثلا عدد الاشخاص مثلا المخصصين بحاجة يعني مثلا زي الجدول اللي فات اللي هو مثلا نجيب عدد الاشخاص نجيب النسبة بتاعت الاشخاص اللي هم لون شعرهم بني نجيب 49 نجيب على 95 عبارة عن الاشخاص هم لما يكون بيفهم الاشخاص اكتر لما يكون في نسبة ماشي زي ايه زي هنا مثلا هو حطت نفس الجدول بتاع السيمبل بس هنا عمل ايه عمل جاب النسبة عن طريق ايه عن طريق جسم 43 على العدد الكل اللي هو 140 وكذلك 55 على 140 وكذلك 15 على 140 تمام بعدين تاني نوع من من اللي هو التابل احنا عرفنا الاول نوع اللي هو السيمبل تاني نوع الماشي هنا بيقولك عبارة عن ايه بيكسم الداة الى مجموعات وكلاس انترفل كلاس انترفل يعني زي ايه زي ما انا عرفت كو في البداية اللي هو مثلا بيحدد عدد الاشخاص اللي سنهم مثلا من خمس لست سنين وبيحط العدد تمام زي ما هنشوف دلوقت يعني زي ايه مثلا زي هنا مثلا زي ثانية واحدة عدد الاشخاص مثلا الجروب زي يمين وفميل يعني بنحدد مثلا عدد الفميل وعدد الميل طيب زي مثلا بدل ما نقول عدد الاشخاص اللي عمرهم ستين كام لأ بنقول عدد الاشخاص اللي عمرهم من خمسين لستين سنة من ستين لسبعين سنة هو دوت الكلاث انترفال يعني بيكون النسبة يعني رقميا تمام الفترة بينهم يعني عشان نعمل لازم نعمل ايه لازم بنجيب اكبر رقم واصغر رقم في data وبعدين نجيب الفرق بينهم اللي هو range تمام وبعد ما نجيب range بنقسم العدد على class interval ماشي كل class interval بيكونوا لهم نفس الحاجم ما يكونوا كبار ما يكونوا صغيرين يعني لهم نفس الحاجم تمام في حاجة كمان لازم ناخد بالنا من ها لازم يعني العدد بتاع observation لازم يكون بكل full into و h class interval ماشي حبرة عن ايه بيكون لازم نحدد العدد اللي في كل interval يعني مثلا الاشخاص اللي عمرهم من خمسين لستين سنة عددهم كام عددهم مثلا 40 شخص تمام هو دوت اللي يقصدوا من الجملة الاخيرة تمام يوب وقيتاني لازم نتأكد من اللي هو class تكون ماتش ولي exclusive يعني ايه يعني نتأكد اللي هو يعني مثلا لو حزفنا اي جزء من ما تكون ش ال data مثلا مكررة يعني لو حزفنا جزء من من classes دوت ما نفهم شباقات ال table هو دوت المقصود من الكلمة دي تمام يعني لازم نتأكد اللي احنا لو حزفنا اي جزء من class بيكون كده مش هنفهم table كلها تمام ولازم كل حق لازم table تكون يعني تشمل كل classes يعني مثلا لو في فترة من بيقولك عدد الاشخاص او درجة الحرارة مثلا من 0 إلى 20 من 0 يبقى مش نحط لا نحط برضو لازم نحط يعني نحط 0 ل 20 درجة ونشوف ديات في انهي دول مثلا اللي هو فيها الحرارة مثلا بتتروح من 0 إلى 20 مثلا مثلا يعني والclasses بتكون اللي بتستهدم بتكون من 15 من 25 إلى 20 classes تمام ولازم في الآخر لازم يكون مجموعة الclasses بيكون equal لل data الطبيعية يعني مثلا في الآخر بعد ما بنشوف عدد يعني عدد مثلا الأشخاص اللي عمرهم من من سنة لسنتين وعدد الأشخاص اللي عمرهم من سنتين لتلاتة وعدد الأشخاص اللي عمرهم من ثلاث سنين لأربعة بنشوف العدد في الآخر ونجمعه في الآخر يطلع نفس الكيمة الطبيعية ماشي ما يكون ش مسلا احنا ملغبطين في العدد لا تمام يب عشان نعملها اللي بنعمله لازم نشوف أكبر رقم وأصغر رقم ونشوف الرنج بينهم وبعدين لازم نقسم الرنج إلى بيكونوا لهم نفس الصيص وبعدين بعد ما بنخلص بنلاحظ عدد الأشخاص في كل ونلاحظوا وناخد بالنا منه تمام وبعدين نتأكد من كل كل جز مهم جدا حتى لو حزفنا ماينفعش نفهم ما بقيت من ماشي وبعدين نتأكد بعدين نكون نستخدم من 15 ل 20 وكمان كل حتى الفريقوانسي بتاعتها 0 نحطها وكمان في الآخر يكون عدد اللي هو المجموع في بيسوي القيم اللي احنا مديانها أصلا يعني اللي محطوطة في الداتا بتسوي في الآخر عدد زي هنا المثال بتاعها يعني مثلا هنا عامل ايه هنا عاملك اللي هو زي ما احنا قلناها وعبارة عن هنا زي ميل وفي محدد الميل عددها كام وفي ميل عددها كام وكمان عدد اللي هو الدجري وكمان محدد وعمل كل عدد بتاعهم وفي الآخر لو جمحت الأرقام دي كلها تطلح في الآخر نفس العدد الكلي تمام هنا بقى تالت حاجة احنا عرفنا الطيب بتاع الداتا سواء سيمبل وسواء فريقونسي وبعدين كوميوليتيف احنا هنا كوميوليتيف عبارة عن ايه هي نفس اللي هو زي الثانية زي اللي هي الفريقونسي ديستريبيوشن تيبل بس هنا بدل ما نحط مثلا رقمين الفترة بينهم لا بدل ما هناك كنا بنحط من خمسة من اربع لخمس سنين هنا مثلا نقول من اجل من خمس سنين اجل من اربح سنين كده تمام فهنا بعرفنا اللي هي بتشمل اللي هي اللي فيها بيكون تمام مور هنعرفهم دلوقتي يعني زي هنا مثلا محدد زي هنا خمسة وبعدين عشر وبعدين خمس عشر في يوب احنا اقول هنا لو بصينا الفريقونسي بتاعتها هنلاقيها بص بتنزل بتزيد كانت هنا خمسة وتلاتين العدد بقى ثلاثة وخمسين بعدين اربعة وستين بعدين اتنين وستين يوب هنا يوب هنا يعني العدد بيزيد تمام هنا مور ماشي احنا قلنا مور او بيكون والمور بيكون يعني الفريقونسي بتجل بعد ما كانت تمانية وسبعين بقى تلاتة واربعين بقى خمسة وعشرين بقى تربعة ستة تمام هنا بيعاوزين يعرفوا هي اول واحدة احنا لو ممكن نعرفها من هنا وممكن لو في مور او ما فيش نشوفها من الفريقونسي الفريقونسي هنا بقى من عشرين بقى اربعة بقى بقى السنت تمام في حاجة هنرجع بس تاني نراجع على على التيبل كلها ماشي احنا قلنا التيبل عبارة عن ثلاث أنواع سيمبل وفريقونسي ديستريبيوشن تيبل كوميولاتيف فريقونسي تيبل احنا قلنا السيمبل دي بتكون بسيطة خالص بتكون فيها فريقونسي واللي هو الكاتيجوري بتاعة الحاجة اللي بنوصفها تمام في كاتيجوري والفريقونسي تمام وبعدين في في حاجة كمان اللي هي ريلة فريقونسي السيمبل بس بنزود خالة بنحط فيها النسبة بالنسبة دي بنجيبها ازاي ازاي احنا عرفنا العدد الحاجة الكاتيجوري اللي احنا عوزن نعرفها على العدد الكلي تمام زي هنا كده وبعدين الفريقونسي ديت عبارة بنجسم الدات على انطريق جروب او كلاس انتيرفل تمام وحنا عرفنا عشان نعملها بنجيب اجبر عدد ونجيب الرنج بينهم الفرج بينهم وبعدين بنجسم الكلاس انتيرفل بيكونوا لهم نفس الصيز وبعدين بنلاحظ العدد بتاع كل كلاس انتيرفل وبعدين لازم نتأكد اللي هي لو حزفنا اي جزء من الداتا تكون يعني ما نعرفش نفهم اللي بعده ما تكونش مكررة لازم تحتوي على كل الفريقونسي حتى لو زيرو وتكون منستخدم من 15 ل20 كلاس حاجة احنا احنا جلنا سيمبل وبعدين كوميلوت مميزة بايه مميزة بلس ومور احنا جلنا لو موجودة يبقى 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 ماشي والمور يبقى تمام احنا جلنا بنعرف من حاجة كمان لو ما فيش مسلا بنعرف من الفريقونسي لو لقينا العدد بيزيد يبقى دية السند اللي هي معلس ماشي لو العدد بيجل يبقى السند تمام وهنا عرفنا خلاص فيه بقى حاجة كمان في عبارة عن ايه عبارة عن توي تايبل يعني في مسلا بدل ما يكون فيه متغير واحد في التايبل زي السيمبل مثلا بيكون فيها متغير واحد او برضو الانواع التانية بيكون فيها متغير واحد هنا بخلي متغير مع بعض بيكون في كل تايبل متغير تمام المتغير بيكون في الهوريزونتل ومتغير بيكون في الهوريزونتل تمام هنشوف زي هنا مثلا يعني هنا ممكن ينفع يمشو جدولين سيمبل ممكن يكون نعمل جدول عن الكاتجري اللي هو بتاع السيمبل سواء السيمبل ون السيمبل وممكن يكون فيه جدول تاني نعمله عن السيمبل هو هنا دمج الجدولين مع بعض اتنين المتغير 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 والدسيس والسيكس تمام وهنا نفس الكلام هنا بيوصف المتغير الأطباء يعني هنا وصف الدرجة بتاعتهم والكليتشار بتاعتهم تمام نجيبها نرجع المراجعة هي احنا عرفنا عارفنا المراجعة بتاعة الجود تيبل لازم يكون التيبل عشان تكون بيرفكت فيها خمس حاجات لازم يكون أول حاجة نمبر لازم يكون التيبل لها بريف تايتل والبريف تايتل دوت بيوصف الكنتنت ومفيش فلو ستوب وكمان يكون العمود اللي هو العنوان بتاع العمود والصف يكون كلير وكون صيز وكمان التوتال لازم تكون موجودة تمام عارفنا الأنواع بتاعة التيبل قولنا سيمبل تيبل وهو ديت بتكون بسيطة جدا بتكون من كاتيجوري وفريكوانسي وتاني حاجة اللي هي الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل ديت عبارة عن بنجسم التيبل سواء جروب أو سواء كلاس انترفال والكمبيولاتيجوري احنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن لس ومور قولنا اللس بتدل على ايه؟ بتدل على السيندينج والمور بتدل على السيندينج تمام؟ في حاجة بقى اللي هو عشان نعمل لدات اللي قولنا لازم يكون متوفر حاجات ايه هي؟ لازم تكون التيبل تتقدم بصورة مرتبة ترتيب ممطقي وكمان لو في زمن يكون مرتب ترتيب زمني وقولنا في حاجة كمان لو مفيش طايم بنقدمها على السلس الأهمية ومتكونش لارج وكمان لو لازم نحط لو التيبل مهيش يعني معروفة لازم نحط الصورس بتاعها والصورس عرفنا اللي هو احنا بنحطه في نهاية التيبل ولازم نحط كمان ايه؟ لازم التيبل تكون محتوية على الونت لازم يكون تمام؟ هنا هنحل شوية اسئلة بصوات خالص يا تطبيق على اللي احنا اخدنا ماشي اول حاجة نخب الاجابات كده ونشوف التيبل shouldn't be numbered لا احنا قلنا التيبل لازم تكون numbered ده حاجة يعني حاجة مهمة جدا ان اللي التيبل تكون numbered تمام؟ احنا قلنا يعني احنا قلنا التيبل shouldn't be numbered يبا الاجابة هنا غلط لان احنا عرفنا اللي التيبل should be numbered. تمام? اه تاني حاجة بيقول لك هنا اه 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 اقف الـ should be clear. اه دي صح. احنا قلنا العنوان بتاع الـ ru العمود والصف. لازم يكون clear وconcise. يجب هنا الاجابة صح. تمام? table should be too large. دي اجابة صحيح ايش? ايه لا اجابة هنا غلط لان احنا قلنا لازم تكون احنا عارفنا احنا بنعمل احنا بنعمل عشان تكون تمام هنا هنشوف هنا نوع نوع ايه هنا في كاتجوري وفريقونسي يبا ايه يبا دي سيمبل سيمبل تيبل تمام هنا احنا احنا قلنا لس او مور زين يبا دي كوميولتيب ميولتيب فريقونسي ديستريبيوشن تيبل تمام بس خلاص كده يعني خلاص هي هانت اي حد يحبط يقول لكم انتو لسه ما خلصتوش خلاص كلها كم يوم وتخلصوا بماشي اتلا ماشي اي حد محتاج اي حاجة يبعت وعذريني لو في اي تكسير عشان احنا في فترة فاينال وكده فان شاء الله يعني تكون المحاضرة يعني مفهولة سانكيو